وفي المعالجات أكد وزير العدل خالد شواني أنه سيتم تزويد السجون العراقية بأجهزة تبريد حديثة وسيتم توزيع وجبات مضاعفة من مياه الشرب خلال أشهر الصيفة فيما وجه للمي شمل النوزلاء من أسرة واحدة في قسم سجني واحدة شواني وخلال زيارة تفقدية لسجن التاج المركزي رفقة رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي جولة ميدانية داخل القواطع السجنية للاطلاع على احتياجات النوزلاء والاستماع إلى مشاكلهم بشكل مباشر